السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة. في هذا الفيديو هذا سوف نفرطج معكم واحدة طريقة اخرى ديال العمل واللي العديد من الشباب الذين يخدمون في هذا الخدمة هذه غير من الضار وكينين بزاف ديال المواقع اللي معروفة بهذا النوع من الخدمة واللي كتحتاج منك غير جوجل حويج. بيسي وانترنت. هذا الموقع اللي قدي نفرطج معكم اخواني هو الموقع ديال امازون. وكيف كطرف العديد منكم ان هاد الموقع عالمي واللي كيهتم بالاي كوميرس من الدرجة الاولى. واللي اتأسس هاد الموقع في افو تسعمية وضع وتسعين بواشنطن. واللي تم تأسس دياله على يد جيف بيزوس. ومع هاد الموقع اخواني اه اقدر تدير بزاف ديال الخدام واللي كتسمى بالفريق الانسة يعني كتخدم بوحدك ومن الضار وبدون ما انك تمشي الشركة. انطلاقا من الخدمة عن طريق اه اه سيرفيس كليونتيل. وفي بزاف ديال المدن في العالم من بينهم الرباطة كازا سالة وكذلك قونيترا. والمقر ديال هاد الشركة هدي كان في سالة جديدة تيكنو بوليس غابا سندر في اقدال في الرباطة. او في ثلاثة ديال السنوات فجات كورونا اغلب ديال الخدمات كالدار اضوميسيل من مجموعة من الشباب اللي هما مسجلين في هاد الموقع ولا في هات الشركة هدي بالصالير. اللي كي يبدأ انطلاقا من سبعالاف وثمانمية درهم في شهر مع عدة انكيازات اللي غاد نشوفو في هاد الحلقة هدي. وفي هاد الفيديو اخواني غاد نطرفو على اشنو غاد نديرو في هاد الخدمة هدي مع امازون. واشنو هما المميزات ديال آآ الخدمة مع امازون. وكذلك غاد آآ نوريكم يعني الساعات ديال العمل مع امازون. واشنو هما الشروطة باش ننخارطو في العمل مع هالشركة ديال الامازون. في الاخير ديال الفيديو اخواني غاد نوريكم الطريقة كيفاش تسجلو في او ادفعوا الطلب باش تخدموا مع الشركات ديال الامازون. اذا اول شي اخواني غان نتعرفو على اشنو غاد نديرو في هاد الخدمة مع امازون. كيف كتشوفو امانكم اخواني كنديرو مساعدة ديال العمل عن طريق الهاتف والبريد الالكتروني او بالدردشة عبر مكالمات بالفيديو. وكذلك الشركة ديال امازون غاد يتعطيك بزاف ديال برامج باش تخدم بهم في هاد الشركة دي. وقبل ما تبدل الخدمة مع الشركة ديال الامازون. الى تقبل تفات الشركة دي غادي دوز معهم واحد تدريب لمدة ديالو وسبوعين. اشنو هما المميزات ديال الخدمة مع امازون. اول شي اخواني الصالير اللي هو كيوصل ال 8000 درهم في الشهر يعني اه للساعة 34 درهم فاصيلة 60 الساعة. البريم اللي غادي تاخدوا 300 درهم كل شهر باش تخلص الانترنت والضو. وبالنسبة الامازون رايك دايرة يعني اه كتديك لاريك في الصندوق المغربي للتقاعد سام ايرا. وكتستافد كذلك من التغطية الصحية. وكتستافد من الكونج للامومة والابوة مدفوع على الاجر. وكتستافد كذلك من الانشطة اللي كديرها امازون الموظفين ديالها كل سنة مع الهدايا. حال هما الساعات العمل مع امازون. اول شي اخواني غادي تبدأ تدريب الالذامي لمدة دياله اسبوعين ولن يسمح لك باخذ عطلة او الغياب خلال هاد التدريب. بالنسبة للساعات ديال العمل اربعة وربعين ساعة في الاسبوع. بالنسبة للخدمة غادي تبدأ من ستا ديال الصباح والنهاية ديالها اتناش كدير ليل. بالنسبة للجدول الزمني وايام العمل كتجي متناوبة يمكن تغير من الاسبوع الى اخر. يعني ايام الراحة يومين في الاسبوع ولن يتم تحديدها في اه يعني دائما في نهاية الاسبوع. اذا اخواني لايام ديالراحة يمكن انها تجي جر مرة في الاسبوع من غير انها تجي في نهاية الاسبوع يعني الويكند يمكن لها انها تجيك اه في الاسبوع الاول مثلا تجيك في الاثنين والثلاثة او لا تجيك في الثلاثة ولا الاربعة او لا تجيك في الخميس والجمعة يعني كتجيك جر مرات في الاسبوع يعني في الوسط ديالاسبوع ولا في في الاخر ديالاسبوع يعني كل اسبوع واشنو اه يومين يعني ديك اليومين اللي كتجيك فيهم يعني ما هي المهارات المطلوبة لتخدم مع امازون يجب تحدث بالفرنسية بطلاقة ولديك مهارات اتصال ممتازة كتابية وشفاوية يجب احترام اوقات العمل من 6 صباح حتى 12 الليل يجب أن تنجح في الاختبار الافتراضي الذي ستدوز عبر الانترنت وتكون لديك معرفة شاملة حول التجارة الالكترونية وتكون لديك معرفة شاملة في مجال المعلومات لكي تحل المشاكل الكمبيوتر إلا جاب الله لديك مشكلة في الكمبيوتر يمكنك أن تحل المشكلة من غير أن يدخل شيء واحد أخر وكذلك تكون لديك قدرة استيعاب المعلومات الجديدة بسرعة والتي ستأخذها من عند العملاء كما هي الشروط المطلوبة لتخدم مع امازون أول شيء تكون عايش في جهة الرباط أو السلة أو القنيترة أو الدار البيضاء الكبرى يجب أن تكون لديك مساحة عمل في مكان هادي ومعزول في البيت بالنسبة للأنترليت خاصة تكون عندك أدي سيل يبتداء من 12 ميجا وبالنسبة للناس اللي عندهم بكاتشي يعني غير مقبولة باش تكون عندك الخدمة مزيانة وبدون انقطاع وقبل اليوم الأول من العمل غادي يجيبوا لي كل معدات ديال الخدمة لنها كمبيوتر لزاكسيسوار باش تكون الخدمة رسمية بعدما إخواني اتعرفنا على الشروط واشنو غادي نديرو في الخدمة والصالير اللي غادي ناخدو بالنسبة لهذه الخدمة هادي جالآن مرحلة ديال اه الطلب ديالنا أو اللي ندفعو الطلب ديالنا لهذه الشركة هادي ضروري أننا خصنا نتسجلو في امازون جوبس امازون جوبس هي واحد المساحة أو واحد الموقع اللي غادي نديرو فيه واحد القونت ديالنا خاصة بالمعلومات ديالنا باش اه نخدمه مع هاد الشركة ديال امازون اذا اول شي اخواني غادي ندخلو لهذا الموقع اللي غادي نحطوه لكم في صندوق الوصفة بعد ذلك اخواني غادي ندخلو على لغادي ندخلو على بالطريق هادي ذلك اخواني غادي نتبال لكم هاد الالباج هادي اول شي غادي ندرو غادي ندخلو على هاد البلاثة اللولانية اللي كتبال لكم هنا ندخلو على اصابة باستخدام بالطريق هادي كلك وعلي ها غادي ندخلو على هاد الالباج هادي اللي كتبال لنا ندرو يعني كريو لقونت ديالنا في هاد الموقع واللي ديجا عنده سوف يكشف غير الامايل ويكشف غير مطبس هذا الشرح بالنسبة للناس الذين لا يملكون المتابعة سوف يذهبون بشكل مباشرة نضغط مصرح بالطريقة هذه نضغط مرحلة هذه سوف نضغط مصرح في amazon.jobs سوف نضغط واحدة الامايل ونعقل عليه يكون امايل خدم سوف تصفت فيه واحدة القود هنا سوف نقوم بشكل مطبس ونضغط على مصرح بعد اننا دخلنا الامايل ونضغط على مصرح ونضغط على مصرح سوف نضغط على مصرح في المرحلة هذه سوف نصفت لنا كود سوف ندخل في جيميل سوف ندخل في جيميل ونقوم بصفتها لنا امازون سوف نقوم بشكل مصرح من أساس الأرقام ونضغط على مصرح ونضغط على مصرح إذا اخواني كيف تروني هذا هو المصرح الذي تصفت لنا من امازون وهو كود في المصرح سوف نضغط على مصرح ونضغط على مصرح ونضغط على مصرح ونضغط على مصرح هناك الخدمة في هذا المكان هناك الخدمة والذي سوف يدوز كلهم سوف نضغط على مصرح إذا سوف نضغط على الاطب الأخرى التي سوف نمشي مباشرة لنا بطريقة هذه نضغط على مصرح بعد ذلك سوف ندخل المعلومات وندخل لنا في هذا المكان اذا اول شي اخواني قد ندخل سيفي ديالنا وندغط الى براوز ديفايس بطريقة هذه وندخل ونضغط الى سيفي ديالنا وندغط الى اوفغير بشكل هذا هو سيفي ديالنا تحمل في هذا المكان هنا بعد ذلك قد نبطل الاسفل وهنايا قد ندخل المعلومات ديالنا بطريقة هذه هنا ندخل الاسم الاول وهنا الاسم اثاني سوف ندخل الى المغرب سوف ندخل النمر والمغرب كل دول أول والمجار لديها ثم ندخل الى المغرب وبعد ذلك سوف ندخل الى المغرب ونقوم بقصة 3.1. بعد ذلك وضعنا مطلقة السابقة في هذا المكان ودخلنا البران ونقضنا الان. هنا ضربنا ونقضنا الان. هنا نقضنا الانوان الكامل تقضي البلوصف حدثات المدينة حدثة. بعد ذلك سنقضي المدينة ونحصل على المدينة هنا سنكتب الكود بوستال يعني الكود بوستال الطريقة السهلة ستدخلوا تمشيوا لجوجل و ستكتبوا كود بوستال مثلا كود بوستال كازا أو كود بوستال كازا عن الشوق أو كود بوستال مثلا مثلا العنوان في أقادير يعني سأعطيكم الكود بوستال ستقوموا في هذا المكان وبالنسبة لهنا ستقلبوا على موروكو وبالطريقة هذه تقلبوا على موروكو وبالنسبة إخواني لهذا المكان في هذا الريقلاج وبالطريقة هذه ندخلوا الريقلاج سنجدوا هنا أن الخدمات اللي سنقوم بهم سيأتينا عبر الجيميل لنا نترجمها بالطريقة هذه سيتم إعلامك بآخر منشورة وظائف أمازون وإعلام فرق التوظيف باهتمام يعني اشترك في البارد الإلكتروني لتسجلت بي وكذلك سيأتيك الإشعارات للطلبات الوظائف عبر الرسائل القصيرة ديال النمرة التليفون اللي احطتي في التسجال في الولئي الأرض أخواني أتينا لنهاية الحلقة هذه نتمنى لكم التوفيق ما تنسوش تضغطوا على زر لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وإذا كان هناك أي تساؤل احطوا لي في التعليق والروابط احطوا لكم في صندوق الوصفة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته